أما العالم الدين كانت أشهر وجوه 2014 محامية معروفة في مجال حقوق الإنسان يعرفها المحيطون بها تحولت إلى أشهر عروس في العالم بعدما فازت بقلب العازب الأشهر والممثل الوسيم جورج كلوني وتزوجته في زفاف أسطوري أما العالم الدين يمكن هي بطلة قصة دخلت مصر فيها طرفا لأسباب غير معلومة وغير مفهومة حتى هذه اللحظة المحامية المشهورة كان هناك كلام عن محاولة الاتفاق معها للدفاع في قضية تخص زملاء صحفي الجزيرة ما ذكرته في حوار مع الجارديان اليوم يمكن عن نصف صفحة كان لافتا وكان من الضروري محاولة استساقه الأستاذ أمل بتقول أنها تلقت تهديدات من الحكومة المصرية من أجل عدم دخولها لمصر وأنها لو وصلت إلى القاهرة سيتم القبض عليها وأكد أن خبر مع شخصية مشهورة لهذه الدرجة وهو حقوقية بارزة يثير قدر كبير من التساؤلات عشان كده إحنا حاولنا أن إحنا نستوثق ونسأل زملائنا سألوا الجهات الأمنية المعنية وجاء لنا بهذه الردود ما حصلنا عليه من العلاقات العامة في وزارة الداخلية أن السيدة أمل العالم الدين غير مطلوبة وأن لم تتواصل معها أي جهة أمنية يعني هي عليها أن تفصح من الجهة اللي هددتها لأن الداخلية بتنفي تماما أي علاقة لها عن تهديدات مزعومة بتتكلم عنها السيدة أمل العالم الدين كمان بالتالي في وجود اسمها بأي شكل على قوائم ترقب الوصول الموجود في مطار القاهرة وبالتالي هي ليست على قوائم الترقب والوصول وبالتالي لا يوجد أي تهديد بالأبضى عليها حال دخولها الأراضي المصرية زي ما ذكرت عن التهديدات اللي تلقتها بأنها سيقبض عليها بعد دخولها مصر أعتقد أن هذه القصة ستتفاعل مؤكد أن إدخال أو دخول شخصية بتحيط بها الأضواء بهذه الطريقة ممكن يكون مقصود وعلينا أن نفهم لماذا تدخل حقوقية بارزة طرفا في هذه القضية ومين الجهات التي تواصلت معها إذا كانت فيه جهات مدامة الجهة المعنية نحن نعرفها على الأقل نفت تماما كل صلة